اشتركوا في القناة لحظرة صاحب الجلالة رعاه الله في قصر الصخير هذا اليوم الدكتور سعد بن سعود الفهيد رئيس جامعة الخليج العربي وذلك للسلام على جلالته بمناسبة تعينه رئيسا لجامعة الخليج العربي وقد رحب جلالته برئيس جامعة الخليج العربي متمنيا له دوام التوفيق والسداد لموصلة مسيرة الجامعة الرائدة والارتقاء ببرامجها ومناهجها وتخصصاتها العلمية وأثنى جلالته على السامات العلمية والبحثية القيمة للجامعة مشيدا بالانجازات والنجاحات المهمة التي حققتها عبر مسيرتها الطويلة في كافة المجالات الطبية والأكاديمية والبحث العلمي وما تحظى به من مكانة متميزة بين مختلف الجامعات العربية والعالمية العريقة وأستذكر جلالته جهود رئيس جامعة الخليج العربي السابق الدكتور خالد عبد الرحمن العهلي رحمه الله والدور الذي طلع به في خدمة هذه الجامعة العريقة وأكد حفظه الله رعا أن مملكة البحرين ستواصل دعمها ومساندتها للجامعة لثقتها بأن هذا الصرح التعليمي الأكاديمي الكبير استطاع أن يخرج أجهالا سهمت بعلمها ومؤهلاتها في تقدم الدول الخليجية الشقيقة وازدهارها وتعزيز نهضتها التنموية في جميع الميدين والتخصصات العلمية من جانبه أعرب رئيس جامعة الخليج العربي عن جزيل شكره وعظيم تقديره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على دعم مملكة البحرين ومساندتها المتواصلة للجامعة لتحقيق أهدافها ورسالتها الأكاديمية وثمنا نحتضان المملكة لمقر الجامعة منذ تأسيسها وما هيئته من أجواء مناسبة لإنجاح عملها اشتركوا في القناة